هي غرف لوحدة سياحية في الأصل بجهة البقالطة من ولاية المونستير مجهزة تجهيزاً صحياً تاماً في طريقها إلى المستشفى الجهوي بجندوبة تطوعى بها صناعي من أبناء مدينة قصر هلال مساندة للمجهود الوطني في مقاومة جائحة كورونا انطلقنا في المبادر هذه يوم 19 مارس زودنا العديد من المستشفى الجهوية والجامعية والمساحات الخاصة بالنوع من البنجلو وضملايين يعاون في عملية الفرز الأولية للمرضى إلى حد اليوم بلغنا تقريبا في حدود 170 بنجلو وصلنا إلى أغلب الولايات الجمهورية وفرحان ياسر بالتجربة المستشفى الجامعي فاطومة بورقيبة بالمونستير كان من أول المؤسسات الاستشفائية العمومية التي حظيت بهذا الدعم اللوجيستي أهمية البنجلو تتمثل في أنهم يسمحون أن المريض يبدأ مريض سوسبي معناها مشكوك فيه ما يدخلش للوسط الاستعجالي الداخل في صورة ما إذا المريض يكون مشكوك فيه يولي وقتها يحول الوحدة من البنجلو اللي على جنب من هنا حتى لنا تصير له التشخيص بأكثر تفاصيل وتصير له عملية التوجيه متاعه للقسم اللي لازم يمشيه في المرحلة الأولى بدينا في اليونيتي دوتري في الإرجانس وبعد كي تكثر العدد الحقيقة ما قصرش سيد المسؤول هذه وجابنا البنجلو هذوما وتوى كي تكثر العدد متع الوافدين على المستشفى من ناحيته خاصة معنى الإبيديمية هذه بدأت تنتشر أكثر تحولنا نقطة ثالثة هي في العيدات الخارجية ورغم هذا ما زلنا أن نستحقوا البنجلو هذوما خاصة في صنط المترنيتي معنى قاعدين يقوموا بمجهود كبير برشا ومن المنتظر أن يبلغ عدد هذه الغرف المنقولة لأتيني من شأنها تكريس البعد التضامني الذي ما فتأ يدعمه الصناعيون ورجال الأعمال في هذا الظرف الدقيق